حسب معلوماتي أن هناك بعض الأطراف السياسية موجودة سواء داخل إطار التنسيقي أو حتى داخل بعض الأطراف الأخرى السيادة وحزبي الديمقراطي لديها تواصل مع عدد من الوجودات الحركات الناشئة الفعاليات الاجتماعية حتى مع التعار الصدري وبالتالي من الممكن أن يصلوا إلى الصيغة الوسطية الصيغة المقترحة وهو أن نتحدث عن نظام المختلط في الانتخابات هي صيغة مقبولة بتقديري على الأقل حتى لا يقال أن هناك عملية إجحاف أو أقصاء أو تهميشة أو حتى عملية تعديل الصيغة أنا نتحدث عن صيغة سانت ليغو ليس 1.9 من الممكن أن نصل إلى 1.4 ونعتقد أن هذه مقبولة لدى الجميع وبالتالي المشكلة ليست تكمن فقط في هذا الموضوع في توزيع يعني آلية توزيع المقاعد أيضا هناك أيضا مشكلة أخرى هناك اعتراضات من قبل أطراف كردية في هذه الجنبة إذن القانون لا أعتقد أنه سوف يقر في هذه الطريقة على عجالة بقدر ما أنه هناك مفاوضات وتفاهمات ونقاشات وبحسب معلوماتي أن البرلمان سوف يدعو عدد من المعترضين أو من يمثل هذه القوة إلى جلسة تشاورية ويتم الاجتماع معهم حيال اعتراضاتهم مع بعض القوة مثل الحزب الشيوعي عدد من الحركات اليسارية المدنية غيرها يعني وحتى عدد من الممثلين التيار الصدري من أجل أن يجدوا إلى حلول وسطية بعيدا عن قضية التشنج والاحتجاجات كما تعلمين أن حتى قصة ورقة الشارع لم تعد مقبولة يعني بعد اليوم باعتبار أن الوضع لا يتحمل كثيرا في العراق يعني الوضع العراقي نعم طيب نحن باتجاه حكومة يراد دعمها من قبل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة